70 مليون دولار خصصتها الولايات المتحدة لمساعدة برنامج حكومي باكستاني يهدف لتطوير وإصلاح المدارس الدينية في محاولة لاحتواء الفكر المتطرف ورغم هذه المبالغ واقتراب المهلة المحددة للبرنامج من نهايتها إلا أن السلطات لم تتمكن إلا من إصلاح 500 مدرسة من بين أكثر من 15 ألف مدرسة دينية الحكومة الباكستانية ورغم ذلك تعتبر هذا الرقم المتواضع نجاحا بكر عطياني والتفاصيل أقل من سنة أمام الحكومة الباكستانية للانتهاء من مشروع ععادة تأهيل وتطوير المدارس الدينية 500 مدرسة فقط نجحت الحكومة في إقناعها من 15 ألف مدرسة في باكستان على مدى الأعوام الستة الماضية مع ذلك فإن الحكومة تعتقد أنها نجحت في مهمتها نحن مرتاحون لأدائنا ونعمل مع نهاية هذا البرنامج مطلع العام المقبل على تشكيل هاية لتطوير المدارس الدينية تضم كل من وزارات التعليم والداخلية وشؤون الدينية أكثر من مليوني طالب منتظمون في هذه المدارس الدينية حيث التعليم والمأوى والطعام والكتاب مجانا ما يجعلها أكبر جهة خيرية في بلد يصل عدد من هم ما دون خط الفقر فيه إلى 73% من عدد السكان الحكومة غير جدة في مشروعها هذا الشخص الذي عين لمتابعة البرنامج لم يتصل إلا بعد ثلاث سنوات الحكومة تسعى لجمع المال فقط لكنها لا تقوم بأي شيء مصير مشروع السبعين مليون دولار التي كانت قد خصصتها الولايات المتحدة لتطوير هذه المدارس الدينية حتى العام 2010 بات مجهولا فلم تتمكن الحكومة الباكستانية من الوصول إلا إلى أقل من 4% من المدارس الدينية فيما ازداد عدد المنتظمين في هذه المدارس الدينية بنسبة 8% فشل واضح آل إليه هذا المشروع فعدم التنسيق والتعاون بين المؤسسات الحكومية الباكستانية كان سببا رئيسيا في ذلك والسبب الآخر أن المدارس الدينية تنظر إلى هذا المشروع على أنه صنع في أمريكا لذا وجبت مقاطعته بكر عطياني العربية السلام عليكم ترجمة نانسي قنقر